السلام عليكم ورحمة الله يجب أن لا يتهور الناس مع بعض الخبائز التي يفترون بها في الصباح مثل كرواصة سنتكلم عن المضافات الكيموية التي ممكن أن تضاف لهذا الخبز تعلمون أن الخبز إذا بقي لمدة 6 ساعات يتسلب ولا يستهلك وهناك خبز يباع وخبائز ممكن أن تبقى من 10 إلى 15 يوم يبقى هذا الخبز لينا ورطبا لمدة طويلة هناك مضافات كيموية تضاف لهذا الخبز الخبز قد تضاف إليه أكثر من 14 مضاف غدائي فماذا نقول بالنسبة للمنتوجات اللحم وللمنتوجات الأخرى مثل بعض الحلويات والكعكاس حتى المتلاجات تضاف إليها أنزيمات حتى المتلاجات آيس كريم تضاف إليها الأنزيمات وقد يضاف إلى الدقيق في المطاحن الكبرى وأسماء كثيرة من الأنزيمات وأحماض أمينية خطيرة ومكونات مسرطنة خطيرة الخبز الذي عرفه الإنسان هو خبز من دقيق كامل بالنخالة ربما من ثلاث أنواع من النشويات قمح ذورة شعير شوفان دهن يخمر بخميرة طبيعية من 6 إلى 8 ساعات تضاف إلي هذه البذرات حبة سوداء وشمر وياسون وسمسم وحلبة ومطحونة سعتر مطحون حتى أوراق البصل كانت تضاف للخبز أصحاب السكري لا ننصحهم بأن يشتروا الخبز من السوق أن يهيئوا الخبز في منازلهم كذلك أصحاب القلب والشرائين كذلك الذين لديهم التهابات على مستوى القولون والمائدة والذين لديهم سوء الامتصاص والأنيميا كذلك الأطفال والحوامل والمرضعات من الأشياء التي تخرب البكتيريا الصديقة هي هذه المضافات التي تضاف للخبز أن ينتبه الناس وأن يهيئ الناس الخبز في منازلهم وأن لا يشتروا خبز السوق لأن فيه مضافات خطيرة تضاف إليه ونكتفي بهذا القدر السلام عليكم